عندما تكلم مراد منذ قليل على توافد بعض المدربين على العائضة الفنية للخضر أذكر أنه بعد غوركيف كان رايفاس ثم ليكنس ثم الكراس ثم ماجر ثم بالماضي يعني حتى هي الشيخ ما تفكرهمش لأنهم يعني واحد مروا واحد لا مراد 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 قصده كان يتحدث عن الفترات التي عمر فيها مشكلة التواصل لوقع بينا لا يعني كل المدرب اليوم لأول مرة ربما في تاريخ الكرة الجزائرية وفي تاريخ المنتخب الوطني نجد ناخب وطني يعمر على طول هذه الفترة وهذا ما كنا ننادي به على مدار سنوات كنا نطالب الاستقرار وهو ما حصل لكن للأسف الشديد بعد أن حصل هذا الاستقرار ارتفعت الأصوات التي كانت تنادي بالاستقرار لبعث بالماضي إلى العودة من حيث أتى هذا من غرائب الصدف التي تحدث في مختلف النقاشات في البلاتوهات أتوقف عندما عند هذا الحدث أنا لا أرى مثل ما ترى يا أمين أنا أولا أرى شيء مهم جدا عندما انتقل بالماضي إلى مدرجات الجامعة وارتقى بالماضي لرفع هذا الخطاب على مستوى الأكاديمي لدى الجامعيين هذا دليل على أن الرجل لم يجد ظلته من ما يحدث في هذه البلاتوهات وهذا البلاتو من بينهم حتى أكون منصف عندما وضعنا النقاش على مختلف البلاتوهات الرياضية بين قوسين في مختلف التلفزيونات الجزائرية لم نرقى يا أمين للأسف الشديد بالنقاش إلى مستوى ما رأوه اليوم جمال بالماضي وهو ينزل ضيفا على الجامعة كنت أمني النفس أن أرى بعض النقاشات على مستوى البلاتوهات ترقى إلى هذا المستوى الأكاديمي نطالب بالكثير من هذا الرجل وهو يعمر على مدار خمس سنوات ولا ينهزم سوى في خمس مباريات بمعدل إنهزام كل سنة رغم ذلك نطالب هذا الرجل بالكثير من الأمور تخيل لو قمنا بمعاينة لما نطالب به وما هو موجود هناك بعض البلاتوهات تعمر فيها نفس الأشخاص على مدار عشر سنوات ونطالب بالماضي بتغيير اللاعبين كان من المفروض على الذين يطالبون بالتشبيب وبالتغيير أن يشببوا بلاتوهاتهم قبل أن يتحدثوا على المنتخب الوطني نطالب هذا الناخب بضرورة العمل وفق مستوى أكاديمي علمي تاكتيكي ونهج عالي المستوى فإذا به نجد في مختلف البلاتوهات أشخاص لا يتم التعاون بسنة الرابعة متوسط وينتحلون صفة الصحفي الذي ينتقد هذا الناخب الوطني هذا الناخب الوطني كان لعب كرة قدم كان لعب دولي لعب في مختلف الفرق الأوروبية على مستوى عالي من البياجي إلى مارساي إلى السيتي وما إلى ذلك فإذا به يناقشونه بعض الأشخاص ممن لم يرون حتى الثانوي في مصارهم الدراسي كيف تريدون من هذا المعطى أن نرتقي بالحديث والنقاش على كرة القدم بمثل هؤلاء في مختلف البلاتوهات اليوم بالماضي وهو يذهب إلى الجامعة صفع الجميع وقال لهم أنا أريد أن أتحدث مع أكاديميين مع أشخاص يمتلكون مستوى علمي معين حتى نتبادل الآراء ونشخص ربما هذا الذي حدث في 2019 ربما الالتفاتة كانت متأخرة تخيل منذ 2019 إلى 2023 هناك أربع سنوات كنت أتمنى أن أرى مثل هذه الجلسات العلمية بعد رفع الكأس لماذا تأخر بالماضي حتى الآن؟ لأنه انتظر كثيرا حتى يرى بعض المستويات فيه بختلف البلاتوهات ترتقي لا فريد فريد نكون صراحة منذ البداية بالماضي عنده حساسية في البلاتوهات عنده حساسية ضد بعض المحللين عنده حساسية أيضا ضد بعض اللاعبين السابقين يعني حضوره لبلاتو أو حضوره لنقاش في بلاتو أمر صعب جدا طيب للذي يتحدث على امتلاك الرجل لحساسية عليه أن يعرض هذا الرجل على خصائي نفسي من الذي أهلك يا أمين حتى تحكم على الرجل بأنه يمتلك هذه الحساسية؟ لا هذا أمر معروف فريد لا نتحدث لا نتحدث فريد فريد اسمح لي راني مقدم برنامج طب هذه الحساسية هذه يعني لاحظتها في الندوات الصحفية في كل الندوات الصحفية التي يحضرها بالماضي يعني هناك بعض الأسئلة حتى يصل به الأمر أنه لا يجيب لبعض الأسئلة يعني عنده حساسية من وسائل الإعلام عنده حساسية حتى من بعض العنوين في الصحف حتى من بعض العنوين في القنوات الجزائرية يعني عنده حساسية فريد أنت لاحظت أمين أنت لاحظت الملاحظة هي أول عامل في أي بحث علمي أنت انطلقت من أول ملاحظة وقمت بالحكم لا يحق لك يا أمين أن تلاحظ وتحكم وتجزم وتنهي الحديث أنت لاحظت والملاحظة في أي بحث علمي هي أولى لبنات الانطلاق في البحث العلمي الذي يتحدث على الحساسية عليه أن يثبت هذا الكلام علميا نحن لا نتحدث كيف تفسر فريد عدم حضوره لأي بلاتو وعدم حديثه لوسيلة إعلامية جزائرية في الوقت الذي يتحدث فيه لوسائل إعلام فرنسية عندما ترتقي البلاتوهات بلاتوهات مختلفة في التلفزيونات الجزائرية إلى النقاش العلمي في مناقشة ظاهرة كرة القدم يستطيع العلم أن يحضر إلى هذه البلاتوهات أنا لا أتصور أن أخذ في مجلس ليس علمي وأنا العلمي هذا هو الذي يحدث اليوم الآن العلاقة التصادمية الموجودة اليوم بين بعض أقول بعض وأوليح على هذا المصطلح وأضع سطرين على هذا المصطلح بعض البلاتوهات وبعض المحللين وبعض أشباه الصحفيين الذين هم في الأصل ليسوا بصحفيين بعض هؤلاء يريدون جر بالماضي إلى تسكيع هذه المهنة بالماضي يترفع على تسكيع مهنة الناخب الوطني مثل ما هو موجود لدى بعض المحللين وبعض الصحفيين أنا من مجهة نظري أنا أرفض أيضا تسكيع مهنة الصحفي إلى المستوى الذي أرى وأشاهده وأسمعه وأقرأه من بعض مما يدعون أنهم صحفيين هذا هو المشكل على بالماضي أن يبقى في المدرجات الجامعة ويخاطب العلميين وليس أقل من ذلك